من جانب آخر تقبل صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس اللعلى حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائبي حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائبي حاكم الشارقة التهانية بمناسبة شهر رمضان المبارك من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وذلك مساء الخميس في قصر البديع العمر كما تلقى صاحب السموحة مشارقة تهانية والتبريكات من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين